ترسبات وتجاوزات على طول حوض نهر دجلة في الموصل حولته إلى مقلع كبير لاستخراج الحصى والرمال بتجاوز عشرات المقالع على النهر الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الجفاف كريو نهر دجلة مشروع يواجه عراقل مالية ولوجستية تسببت في تعطيله وتأجيله سنوات طويلة إذ تحتاج دائرة كريو الأنهر إلى تضافر جهود عدة دوائر لإتمام العملية تحتاج دائرة تنفيذ عمال كريو الأنهر إلى دعم الدوائر المتواجدة في المحافظة لمحاربة التجاوزات الموجودة على حوض نهر دجلة وكذلك الدعم الآلي لمسانة الدائرة في إكمال مهامها المناطبية تجاوزات مقالع الحصى والمواد الإنشائية تسببت في ارتفاع نسبة العكر في مياه النهر التي تعتمد عليها دائرة الماء لضخي المياه إلى الأحياء متسببة في تعطيل بعضها وإيقاف أخرى بشكل متكرر نتيجة الرسوبات والمخلفات في حوض النهر بالقرب من مشاريع المياه هناك عدد كبير من المقالع الغير النظامية المنتشرة على طول مسار النهر بالإضافة إلى أعمال الكريو التي تقوم بها دائرة الموارد المائية دائرة كريو الأنهار وبالتالي ارتفاع نسبة العكورة في أغلب مشاريعنا وبالتالي نضطر إلى إطفاء المشاريع ضرر آخر تسببت فيه المقالع المنتشرة بصورة غير منتظمة في حوض ذجلة اذ تشير دائرة البيئة إلى تسببها في تغيير مجرى النهر بالإضافة إلى تأثيرها السلبي المباشر في الثروة السمكية في ظل غياب قوانين بيئية تنظم عملها تشكل المقالع العشوائية سببا آخر في ضياع مياه النهر بتغيير مساراته من دون الاستفادة من مياهه فضلا عن أضرار بيئية في الحياة المائية قاسم الزيدي يو تي في الموصل